بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي أول حلقة لحلقات سيف النقبي اليوم أنا أبحث عن كيف أقدر أطور من عقول الناس ثروة الناس حياتهم وأسلوب الحياة بشكل كامل كيف اليوم أقدر أخلي خلنا نقول الموظف اللي تواه يشتغل ما يدخل في ديون وبتكلم عن الموظف اللي عنده ديون كيف يطلع من الديون وبتكلم كيف أن الواحد يقدر أوفر حياة كريمة لنفسه لأن اليوم من أكبر المشكلات اللي صايرة في المجتمع هي مشاكل مالية أنتم متلما تعرفون أنه عندي حساب في الانستجرام أحاول أوعي الناس فيه ولكن لآخر فترة انشغلت جدا ليش لأنه عندي مشاريع تجارية ما قدرت أني أنا حتى أركز على الحياة الشخصية وبالتالي قلت أنا بأسوي حلقات مدتها 20 دقيقة إلى 30 دقيقة كل فترة أعلمك شيء جديد عشان أن تقدر توصل للثراء المالي تعرف أنت دائما الإنسان اللي عنده مال هو إنسان قوي إنسان يقدر يتحكم في مشاعره تجاه المال لأن اليوم خلنا نقول التعليم والعلاقات والناس اللي حولنا زائد السوشال ميديا يعني أغلب الأشياء اللي تم رعيها في حياتنا هي وايد أثرت على أسلوب حياتنا وخلتنا أننا نحن ما نقدر نخلي أي شيء من فلوسنا ومن راتب وأنا أحزني وما أشوف أي حد من الناس يقول أن أنا أبا تسلف أبا تسلف أبا تسلف أول جملة بقولها في أول حلقة وهي دائما القروض أو القرض هو قرار خاطئ بالنسبة لي أنا كسيف أنا كنت إنسان مديون لسنوات وطلعت وأنا عارف شو شعورك وعارف شو أنت تحس فيه وأنا أيضا كنت موظف براتب وأنا عارف شعورك يوم ما يتملك من الراتب شيء أنا عارف يوم أنت تبني عائلة وتواجه مشكلة معه خلنا نقول شريكك أو شريكتش أو شريكتش أو شريكك سوري فبالتالي أباك تاخذني كمرشد أرشدك أنا شاب أنا شاب أنا أفهمك أنا عايش معك في نفس الرحلة بس أباك تاخذني كشخص مر في ظروف وحبنا يتعمق فيه وحابنا ينور خلنا نقول من فكرك ويوصلك للمرحلة أفضل فأول حلقة أنا أتكلم اليوم عن كيف تقدر اليوم تدير حياتك المالية تعرف اليوم أول شيء يجب أن تديرها هو حياتك المالية عشان تقدر أن تتنظم من أمورك فأتمنى أن جميع الحلقات اللي أنا أطرحها أباك تركز عليها عشانك مش عشاني عشان تقدر أن تتنظم أمورك بطريقة واضحة أنا أمامك وشايف بضعك الحمد لله أنا وين وصلت شايف الشركات الحمد لله اللي عندي شفت كل هذه الأمور أنا أقول لك هذه النقاط ليش عشان أن أباك تكون حسن عني لأن أمية بالأمية في ناس أحسن عني بوايد ولكن الحمد لله رزقني بوقت أقدر أن أفيدك فيه الحين فأول نقطة أباك تتعلمها هي شو معنى أو تعريف إدارة المال أو المال بشكل عام شوف إدارة المال هي عبارة عن عملية تخطيط أنك أنت اليوم عندك خلنا نقول الداخل وعندك مصاريف فتبقى تحط خطة كيف أقدر أدير هذه الفلوس هذه هي فقط لا غير فإدارة المال هي عبارة عن كيف أتحكم في مشاعري وأكتب بالضبط في ورقة وقلم وألتزم بالضبط في المصاريف اللي عندي فإذا كان دخلي 20 ألف دخلي أنا 20 ألف فمعناته مصاريفي لازم ما تزيد عن كم 16 أو 17 ألف فقط ولازم يتم لي أنا فائض من الراتب هذه الخطة أنت اللي لازم ترسمها اليوم ما في أي شخص خلنا نقول عنده راتب 20 ألف يبدأ يعيش مستوى 40 ألف اللي يعيش مستوى 40 ألف هذا الشخص عنده دخل آخر أو عنده قروض ما في أي كلام ثاني غير هذا فلازم تفهم أن الإدارة المالية هي عبارة عن وضع خلنا نقول جميع المصاريف بشكل واضح في ورقة وكم بالضبط أنا أصرف فأنت توزع إذا أنت إنسان متزوج فمعناته أنت لازم تعطي زوجتك وتعطي بيتك أولا إذا كان عليك قرض تعطي القرض أولا بعدين بيتك وزوجتك لازم تعرف كيف تدير هذه الأمور ونحن أنا ما أتعمق فيها ويبسا باقي أنت تفهم كيف تقدر تدير الحين من بعد ما تخلص من إدارة المال الحين تنتقل إلى إدارة الثروة شو هي إدارة الثروة الثروة هي عبارة عن المبالغ المالية اللي أنا عندي إياها الحين حاليا وكيف أقدر أتصرف بفلوسي كيف لو أنا عندي راتب وين أقدر أنا وديه كيف أنا أقدر أستثمر هذا الراتب كيف أقدر أدير الأصول كيف أقدر أدير الأموال اللي عندي فأباك تكتب عندك رقم واحد أول نقطة في إدارة المال هي عبارة عن إدارة الاستثمارات شو هي إدارة الاستثمارات إدارة الاستثمارات هي نقسم إلى الكثير أو العديد من النقاط منها مثلا خلنا نقول أنا عندي استثمار في سيارة معينة أنا اشتريت سيارة بسعر قليل وبنتظر عليها شعرين أو ثلاثة لأنها بترتفع سعر لأنني محافظ عليها أو أنا مشتري ذهب بسعر ويد ممتاز وببيعها بعدين بسعر ممتاز أو أنا مشتري ساعة أو أنا مشتري شنطة هذه أول شيء وهي إدارة الأصول الملموسة بعدين ننتقل إلى مرحلة ثانية وهي أنا عندي أسهم اشتريت أسهم خلنا نقول مثلا أنت دخلت معي دورة أسهم أنت تعرف أنا أقدم دورات أسهم وأعطيك فيها خلنا نقول أفضل الأسهم عليها طلب وبالتالي أغلب الناس الحمد لله اللي دخلوا قاموا يطلعون فلوس ففي أسهم في السوق الأمريكي تقدر تشتريها وتقدر تيب عليها فائض نحن خبرتنا بالتعامل مع الأسهم خبرة جدا سيئة الجيل السابق لأن أغلب الناس اللي اشتروا أسهم طاحوا عندهم فبالتالي نقلوا حق عيارهم وقالوا لا الأسهم مش اوكي هذا اللي اللي دخله في فترة 2008 فترة 2008 هي كانت للمشكلة لأن السوق كامل طاح ولكن التعافى فبالتالي لا تأخذ أنت الإكسبرينس أو مشاعر الشخص اللي دخل قبل بتعامرك أنت مع سوق الأسهم تبغي تتعلم في سوق الأسهم ضروري جدا تفهم كل نقاط في الأسهم قبل أن تضع فلوسك لأن هذا إدارة ثروة إدارة ثروة معنات أن أضع فلوسي في مكان ولازم أن أتصرف مع الفلوس هذه بطريقة واضحة بعد ما خلص من التعلم في الأسهم والاستثمار في الأسهم أنتقل للمحفظة الثانية المحفظة الثانية هي عبارة عن الاستثمار في العقارات إذا أنت كنت إنسان ممتاز كموظف وراتبك جيد تقدر تخلي شوي فائض من الراتب وبالتالي شو تسوي تستثمر في العقار يكون عندك أول عقار يدر عليك دخل هذا خلنا نقول للمحفظة الثانية المحفظة الثالثة خلنا نقول إذا أنت بتشتري فيها سندات أو سقوك أو أي شيء يدر عليك دخل أنا أحتاج تفهم بأن اليوم وايد أماكن موجودة في العالم تقدر أنت تحط فيها فلوس لك عسب تستمر عليها أو تحصل عليها فلوس اليوم يمكن تحصل لك مطعم أنت تاكر فيه وايد لهو مطعم شوار ما خلنا نقول أو مطعم مندي أو مطعم كشري شو اللي أنت تحبه تقدر أنت تتكلم صاحب هذا المطعم و تقول لك أنا أشتري نسبة منك و خلاص بستثمر معاك يقول لك هذا الشخص لا ما ببيع لأن أنا مستربح و أقول لك أعطيك دبل المبلغ لأنت تحصله لمدة أربع سنوات شو تبقى زيادة فبالتالي إدارة الثروة دخلنا نقول هي عبارة عن التفاوض السليم و معرفة جيدة و مال و هدوء و انتظار هي اللي بتعطيك أنت دخلنا نقول قدرة على أن فلوسك هذه اللي أنت حطيتها 300 ألف أصبحت 400 خلال سنة السنة اللي بعدها بعت تشتغل بنفس الطريقة عشان تقدر أن تطلل لك أموال جيدة فأباقي تفهم أول نقطة فيه خلنا نقول إدارة المال إلى آخر هي اعتبر شو إدارة الثروات احفظ هالكلمة إدارة الثروات بعدين عندك تنتقل للمرحلة الثانية خلنا نقول وهي عبارة عن تحليل المعلومات المالية تبدأ أن تتحلل المعلومات المالية اللي عندك و شو الأوضاع السياسية وين تقدر أن تتحط فلوسك خلال كل سنة كيف تقدر هذا الفلوس مثلا تنتقل خلنا نقول وضع أفضل فالتحليل المالي هي عبارة عن فهم البيانات اللي موجودة في السوق عشان تفهم أنت اليوم وين تقدر تستثمر و كم تقدر تطلع خلال السنة بعدين أبقى تفهم شو هي الميزانية اللي بتحطها لنفسك أنت تعامل مع نفسك كأنك شركة أبقى تفهم أن اليوم خلنا نقول سيف من التعامل مع نفسك كأن الشركة عرف أنها عندها إيرادات وهو الراتب و عندها مثلا أسهم و عندها أصول و عندها شركات خلاص فهمت أن أنا عندي إيرادات واضحة خلاص الحين لازم هذه الإيرادات أنا أتعامل معها بطريقة واضحة في الميزانية للسنة هذه أنا ميزانيتي لهذه السنة خلنا نقول مثلا سبعمائة ألف لو تسألني لماذا سبعمائة ألف أقول لك مدارس أبناء إيجار البيت مصروف الخاص مصروف مثلا الحرمة مصروف مثلا الكهرباء والماء امشي بهذه النقاط تعامل مع نفسك كأنك شركة أصبح تعرف بالضبط فلوسك كون فاكتب عندك في الورقة و قلم أنا بأي دائما أي جلسة بأصورها أبا يكون عندك ورقة و قلم عسى بتفهم بالضبط وين أوضاعك حاول أعطيك معلومات تقدر تفيدك في حياتك إن شاء الله عشان تقدر تساعدك لأن اليوم أمك أبوك يحتاجونك أخوانك أهلك زوجتك زوجتك أبنائك من وما كان كلهم يحتاجون منك المساعدة عسى أن توصل لمرحلة الأمان المالي من بعدها أباك تفهم موضوع التمويل تدرس التمويل أكثر ديش أونلاين تتعلم شي عن التمويل التمويل هو عبارة عن كيف أقدر أحصل على أموال خلنا أقول من البنك عشان أقدر أستثمر فيها طبعا أنا إنسان ضد التمويل أنا اشتغلت في البنوك قبل وما أدخل في فلوسي ربع ما أدخل في فلوسي قروض حتى لو كثم أحتاج أنا دائما أحتاج بأن تفهم أن مال البنك أو فلوس البنك هي مش فلوسك بيسكلي وتفهم بأن هذه الفلوس لو شليتها أنت لازم ترجعها مع أرباح هذه الأرباح هي تعبك سنوات إلى مرات إلى آخر فلازم تعرف أن التمويل مرات يكون جيد إذا كان لصفقة معينة تقدر تطلع منها أرباح مثلا أنا أخذ مليون ولازم أرجع لهم مليون ومئة بس هذه المليون اللي أخذتها بتطلع فيها مليون وخمسمائة بتعطيهم الأمية ويتبقى لك كام أربعمائة ألف أوكي فهذه يبقى لها وقت بس مجازفتها عالي بس أفهم بأن التمويل يا صديقي تأخذها فقط للحاجة الضرورية للاستثمار مش للحاجة الضرورية مثلا مستشفى تقول والله أنا تعبت لازم أخذ لا الدولة بتتحمل هالشيء بتقول أنا أخذ عشان دراسة لا الدراسة في دراسات مجانية فأفهم دائما وقن عن نفسك أن فلوسك لازم تدار بطريقة أفضل بالنسبة لموضوع تحصيل الأموال من الناس لازم تفهم بأن من اليوم ورايح لازم أن تتحصل فلوسك من كل مكان يعني إذا دوامك اليوم يعطيك خلنا نقول بدل السكن ويعطيك بعض البنفتس إلى آخر أحصلهم كلهم إذا اليوم أنت عندك ناس ما تفعولك فلوسك لازم تحط مواعيد واضحة ستحصل فلوسك أيضا فأفهم بأن كل هذه النقاط خلنا نقول أول فلوس الموزعة في كل مكان لازم كل مرة تذكر نفسك كيف أقدر أحصل على فلوسي لا تنتظر بأنك أنت تخلي فلوسك في كل مكان أعرف بأن في علم المال هو عبارة عن أنت لازم تجذب فلوسك أنت لازم تحافظ عليها أنت لازم تكبر هذا الفلوس وحاسب بأنك أنت تقلل من هذا الفلوس بأي أشياء ما تحتاجها أيضا أباك تتعلم أكثر في موضوع التكاليف اللي هي الأكسبنسز في حياتك أو هلن نقول الموارد المستهلكة أو التهالك في الأصول اللي عندك هذه كلها التكاليف عليك مثل ما يقول كل يوم أنت عندك تكاليف روحية بأنك أنت خلنا نقول دائما مشغول في دوامك خلنا نقول علاقتك ويا ربك سيئة علاقتك ويا الناس اللي حورك سيئة كلها هذة بتتراكم في يوم اللي هم تدفع تكاليفها لاحقا نفس الشيء الأصول اللي أنت تشتريها اشتريت سيارة سعرها 400 ألف بعد سنتين 3 بس سعرها 200 فها 200 ألف أنت خسرتها فإدارة الأصول بمعنى أوضح لازم تدير التكاليف اللي عندك عشان تقدر توصل لشوية مرحلة أفضل فتضمن الإدارة المالية جوانب كثيرة أنا بتكلم عن سبع جوانب وبعدين هذه الحلقة بتنتهي وإن شاء الله بعدين منتقل لحلقات أخرى هي رقم واحدة التخطيط المالي لازم الخطة مالية تكون مدروسة ومحطة بأرقام ووقاء حقيقية يعني إذا أنت دخلك 20 ألف ما يحتاج تكتب إن دخلك 21 أو 23 ومن وين هات هذه الأرقام ثنين لازم كل مصرف تكتبها بوضوح ما تقول لنا والله أصرف بترول 3000 بس في الحقيقة في الأرقام 500 500 500 أنت بس تصرف أرجو 500 فأي أرقام أنت بتكتبها لازم تكون صادق فيها عشان أنك أنت تقدر تطلع النتيجة أيضا عندك التحليل المالي تحليل المال اللي عندك بطريقة واضحة من ناحية أنه كم ناحية سوى دخلي وكم طلعت مصاريف وكم بالضبط فائض عندي من المال أيضا إدارة المخاطر يعني أنت حاول أن المخاطر المالية اللي عندك تكون قليلة لا تحط فلوسك في البتكوين لا تحط فلوسك في البترول لا تحط فلوسك في الذهب لأن تتكنم عن الأصول الرقمية لا تحط فلوسك في مكان مجازفات عالية حاول أن الفلوس اللي عندك شوية تحطها في مكان شوية آمنة عشان تهدي المجازفة اللي عندك عشان تقدر تطلع لك مبالغ جيدة أيضا أبقى تكتب كل الاستثمارات اللي عندك في Excel sheet يعني اكتب مثلا أنا عندي استثمارات في أسهم أنا عندي استثمارات في عقار أنا عندي سندات أنا عندي السكوك أنا عندي سيارات أنا عندي ساعات أنا عندي شناط أنا عندي كل الأشياء اللي تشوف لها قيمة واكتب كم قيمتها الحين وكم بتصير بعد سنة عسoba تخطط أيضا إدارة الميزانية لازم تعتمد ميزانية توقع الميزانية اللي بتشتغل فيها هذه السنة الجديدة نحن مقابلين على سنة جديدة فلازم تكون عندك ميزانية واضحة وإذن عندك إدارة التمويل إذا عندك قروض يا صديقي سكر القروض بأسرع وقت ممكن إذا أنت حاب أنك تعدل من حياتك سكر كله القروض ابتعد عنها القروض تهلك لعنا كلنا جربنا القروض وعارفنا شو وضع القروض كيف أن القرض يخليك تفكر دائما بأفكار سيئة ما تخليك تركز في حياتك وعندك آخر نقطة التي تكلم عنها هي إدارة التكاليف وكيف تقدر تجمع فلوسك مرة ثانية ترجعها من عند الناس الذين أخذوا منك فلوسك أوه وتبدأ تنظم أمورك المالية بشكل أفضل فيا صديقي هذه كانت اليوم حلقتنا أتمنى تشوف الحلقات القادمة معك سيف النقبي أنا ما بقول لك أن أنا خلنا نقول الدكتور في مجال معين ومتخصص فيه وفيه وفيه لا أنا مريت في كل هذه الأمور أنا وصلت لمرحلة الدكتورة نعم وأنا مدرب في جامعات معتمدة نعم وأنا عندي معهد تدريبي وعندي شركات كثيرة في موضوع التعليم بس أنا أنقلك الحين خبرتي لأن المشاعر السيئة اللي مريت فيها في حياتي ما باك أتمر فيها أبا يكون عندك فائض من المال أبا يكون عندك عقارات أبا يوم تقول تبا تسافر تقدر تسافر أباك تركز في دوامك أكثر أباك توصل لمرحلة أفضل في حياتك لازم تكون قوي لا تخل أي حد استضعفك الحياة خلنا نقول شوية صعبة إذا نحن صعبناها وسهلة إذا نحن شفناها بطريقة أفضل أحبكم في الله خلنا نقول ودمتم بود يا أكرام ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة ثانية كان معكم سيف النقبي مع السلامة